اشتركوا في القناة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تحتوي على جملة من المباحث المهمة وأمرها عجيب جداً في دلالتها وفي وقوعها وسط آية تتحدث عن المحرمات فمن هم الذين كفروا المشار إليهم في هذه الآية المباركة وقد يئسوا من دين المسلمين وأيضاً هل هذه الآية هي آية مستقلة ولماذا توسطت آية المحرمات وهي الآية الثالثة من سورة المائدة ثم ما المقصود باليوم المشار إليه في الآية المباركة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولماذا يتكرر لفظ اليوم اليوما يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سنركز درسنا في هذا اليوم حول تشخيص هذا اليوم ما المراد بهذا اليوم هوية هذا اليوم هذا اليوم المشار إليه في الآية المباركة اتصف بأربع خصائص الخاصية الأولى أن هذا اليوم يوم يئس فيه الكفار من دين المسلمين وَأَيْقَنُوا بِالْهَزِيمَةِ وَأَنَّهُمْ لَا سَبِيلَ لَهُمْ لِلْنَيْلِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ ثانياً هذا اليوم أكمل الله تعالى فيه الدين وثالثاً أتم الله فيه النعمة ورابعاً أنه اليوم الذي رضي الله تعالى فيه لكي يكون دين الإسلام هو الدين الخالد والمنهج الحياتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فما هو هذا اليوم؟ في المقام نظريتان النظرية الأولى ذكرها الرازي في تفسيره الكبير وتتلخص في أن كلمة اليوم الواردة في الآية المباركة لم ترد بمعناها الحقيقي وإنما وردت بمعناها المجازي وأن المراد باليوم في الآية المباركة وفق هذه النظرية المرحلة الزمنية أو البرهة من الزمان وليس المراد باليوم اليوم المعروف الذي يتكون من أربع وعشرين ساعة مجموع بين ليله ونهاره وليس هو اليوم الذي يتكون من النهار فحسب إذن هذه النظرية مفادها أن اليوم لا يُحمل على معناه الحقيقي وإنما يُحمل على معناه المجازي قال الرازي وغيره ممن ذهب إلى هذه النظرية استعمال لفظة اليوم في معناها أو في معناه المجازي أمر شائع عند العرب ولذلك تماماً كما لو قال القائل كنت بالأمس شاباً واليوم أصبحت شيخاً كنت بالأمس شاباً واليوم أصبحت شيخاً الشيخوخ لم تتحقق في ظرف أربع وعشرين ساعة يعني الفترة الزمنية أو كما قال القائل بالأمس كنت وحدي لا زوجة لي ولا أولاد ولا بيت واليوم عندي زوجة وبيت وأولاد إذن المراد باليوم يعني المرحلة الزمنية لكن هذه النظرية باطلة لماذا؟ باطلة ولا يمكن الأخذ بها لأنه الأصل في كلام العرب أنه يحمل اللفظ على معناه الحقيقي إلا أن تكون هناك قرينة تصرفه إلى معناه المجازي أي كلام من كلام العرب؟ الأصل فيه أنه يحمل على معناه الحقيقي وأن الألفاظ الأصل فيها أنها تحمل على معناه الحقيقي إلا أن تكون هناك قرينة تصرف المعنى إلى المجازي فلو قال القائل رأيت أسداً رأيت أسداً رأيت أسداً إذا كان الكلام مجرداً من أي قرينة إذن يحمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس المعروف إلا أن تكون هناك قرينة تصرف لفظة الأسد إلى معناه المجازي فلو قال رأيت أسداً يطلق الرصاص على السارق إذا لفظة الأسد هنا تحمل على معناه المجازي يراد به الرجل الشجاع لماذا بقرينة يطلق الرصاص على السارق؟ لأن الأسد الذي هو حيوان المفترس ليس من شأنه أن يطلق الرصاص وهكذا في سائر الألفاظ إذن هذه النظرية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الأخذ بها لانعدام القرينة في المقام لا توجد في الآية المباركة أي قرينة تصرف لفظة اليوم عن معناها الحقيقي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون لا قرينة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا توجد قرينة تصرف معنى اليوم إلى غير معناها الحقيقي النظرية الثانية تفيد طبعا للعلم أن الرازي كما قد أشرنا من قبل هذا هو ديدنه أي شيء يمكن أن تشم منه رائحة فضيلة لعلي بن أبي طالب لابد أن يُبعد تلك الفضيلة قدر الإمكان أو يقوم بتشويشها أو تكثير الأقوال حولها لتضيع الحقيقة النظرية الثانية تفيد أن المراد بكلمة اليوم في الآية المباركة اليوم بمعناه الحقيقي وهو يوم محدد من الأيام وهو يطلق تارة على النهار بليله وتارة يطلق على النهار فقط كما قال ربنا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فاليوم النهار فقط يقال له يوم إذا حصل شيء في النهار يقال حصل في اليوم وهذه النظرية صحيحة لماذا؟ لأنها جاءت وفق القاعدة والتي تؤكد يعني القاعدة على حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية كأصل ثابت ولا يمكن أن تحمل الألفاظ على معانيها المجازية إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فهذا اليوم الذي يئس فيه الكفار من دين المسلمين وأكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة ورضي فيها الرب ما هو هذا اليوم؟ في المقام جملة من الأقوال القول الأول المراد باليوم الواقع في الآية المباركة هو زمان ظهور الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وآله ودعوته وبالتالي يكون المراد أن الله تعالى قد أنزل إليكم أيها المسلمون هذا الإسلام وهذا الدين وأكمل لكم هذا الدين وأتم عليكم النعمة وأيأس منكم الكفار متى؟ وفق هذا القول أنه في زمان ظهور الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وآله لكن هذا القول فاسد ولا سبيل للأخذ به لماذا؟ لأن ظاهر سياق الآية المباركة أن المسلمين كان لهم دين وقد يأس الكفار من هذا الدين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يعني عند المسلمين دين وفي وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله زمان البعثة حيث جاء بالإسلام لم يكن عند المسلمين دين والآية قرر أن المسلمين عندهم دين وكان المسلمون يخشون من الكفار على دينهم فلا تخشوهم وخشون اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون يعني كان عند المسلمين دين وكان المسلمون يخشون على دينهم من الكفار ووفق هذا القول أن المراد باليوم هو ظهور الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وآله يتقاطع مع كون وجود دين عند المسلمين أيضا لازم هذا القول إذا أردنا أن نأخذ بهذا القول لازمه أن تكون عبارة اليوم أكملت لكم دينكم متقدما على قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم والواقع أن في الآية المباركة المتقدم هو موضوع اليأس والمتأخر هو إكمال الدين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا القول لا يمكن الأخذ به القول الثاني المرادب اليوم هو ما بعد فتح مكة حيث أبطل الله فيه كيد المشركين وأذهب شوكتهم على يد رسول الإسلام محمد وابن عمه علي بن أبي طالد وقد كسرت أصنامهم وانقطع رجاؤهم لكن هذا القول أيضا فاسد ولا يمكن الأخذ به لماذا؟ لأن الآية المباركة تدل على إكمال الدين وإتمام النعمة بينما اليوم الذي وقع بعد فتح مكة أو يوم فتح مكة حتى هذا الوقت لم يكمل الدين فالدين لم يكتمل بفتح مكة فتح مكة حصل في السنة الثامنة للهجرة وانتقل النبي صلى الله عليه وعلي إلى جوال ربه في السنة الحادية عشر للهجرة وبين السنة الثامنة للهجرة والسنة الحادية عشر للهجرة نزلت أحكام وواجبات وفرائض ترتبط بالحلال والحرام كما في سورة المائدة كم من الفرائض التي نزلت وكم من الأحكام الشرعية التي شرعت في هذه الفترة إذن يوم فتح مكة لم يكتمل الدين والآية قرر أنه في ذاك اليوم اكتمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم فلا يمكن أن أخذ بهذا القول إضافة إلى أن الآية المباركة تقرر أن جميع الذين كفروا كانوا قد يئسوا من دين المسلمين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وفي وقت فتح مكة لم يئس كل المشركين من دين المسلمين والدليل على ذلك أنهم كانوا يحجون بطريقتهم في الجاهلية وكانوا وكانت بينهم وبين المسلمين مواثيق وعهود واتفاقيات وكان أهل الجاهلية في ذاك الوقت يحجون وهم عرات يعني النساء النساء وهن في الطواف لا يلتزمن بالستر وهذا من دينهم ونهجهم إذن لا يمكن الصيرور إلى هذا القول القول الثالث المراد باليوم ما بعد نزول البراءة سورة البراءة حيث انتشر الإسلام في الجزيرة العربية قالوا قالوا إذن هذه الفترة هو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا وهو اليوم الذي تم فيه إكمال الدين وإتمام النعمة حيث محيت آثار الشرك والكفر لكن هذا القول أيضا فاسد ولا يمكن الأخذبه ولا مجال أساسا للأخذبه لماذا؟ لأنه وإن كان المشركون قد يئسوا من دين المسلمين إلا أن الدين لم يكتمل بعد والآية قرر أن الدين قد اكتمل لماذا لم يكتمل؟ لأن هناك فرائض وأحكاما شرعية نزلت وموجودة في سورة المائدة أحكامها في سورة المائدة فيها كثير من أحكام الحلال والحرام وأحكام الحدود والقصاص وقد اتفقت كلمة المفسرين على أنها نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله يعني بعد قضية براءة فالدين لم يكتمل القول الرابع المراد بهذا اليوم هو يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة من حجة الوداع هذا القول أيضا لا يمكن الأخذ به وهو باطل وفاسد لأنه يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة ما الذي يعني يميزه عن يوم عرفة من السنة التاسعة للهجرة أو يوم عرفة من السنة الثامنة للهجرة ما الذي تميز فيه إذا أردنا أن نتحدث عن إكمال الدين أنه في ذاك الوقت لم يكتمل الدين ما الذي يوم عرفة في السنة العاشرة للهجرة عن غيره من أيام عرفة من السنوات الماضية لا ميزة فوق هذا قال بعضهم أنه إنما أكمل فيه الدين بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله أنه علم المسلمين الحج عمليا يعني كما علمهم بالقول علمهم بالفعل وهذا الكلام أيضا لا يمكن الأخذ به لأنه النبي صلى الله عليه وآله حتى وإن علم المسلمين الحج عمليا وقال حجوا كما رأيتمون أحج فهذا لا يسمى إكمالا للدين هذا تعليم لفريضة من الفرائض وتعليم الفريضة لا يقال عنه إكمال للدين بل لا يقال له إكمال للفريضة إذا أنا قاعد أعلم فريضة هذا تعليم للفريضة وليس إكمالا للفريضة فكيف يقال إكمالا للدين فهذا القول أيضا فاسد والقول الخامس والأخير وهو الصحيح أن المراد باليوم هو يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام وهو يوم غدير خم الذي تم فيه تنصيب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين هذا اليوم هو الذي تحقق فيه يأس الكفار من دين المسلمين لأنهم كانوا يراهنون على موت النبي ويتربصون به الدوائر ويقولون إنه أبتر ولا أولاد عنده وإذا مات انتهى دينه ويموت دينه بموته وإذا هو في غدير خم يرفع يد علي ويقول هذا هو الصراط المستقيم فاسلكوه من كنت قائدا لمسيرته من كنت آخذا بيده إلى النهج القويم فهذا علي بن أبي طالب يأخذ بيده إلى النهج القويم فهنا حينما ثبت النبي علي وأعطاه وأعطاه زمام الأمر سلمه زمام القيادة هنا يأس الذين كفروا من دينهم إذا كنا نراهن أن يموت النبي فيموت دينه وإذا هو قد نصب من بعده علي بن أبي طالب ليقود المسيرة وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين بولاية علي بن أبي طالب وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة المتواترة والتي رواها الشيعة والسنة أنا هنا في هذا المقام لضيق الوقت أشير إلى بعض الروايات القصيرة التي رواها ما أورده السيوطي وهو من علماء أهل السنة وكان يعيش في مصر ذكر هذه الرواية قال عن أبي سعيد الخدر لما نصب رسول الله صلى الله عليه ولعليا يوم غدير خم فنادى له بالولاية أو الولاية هبط جبرائيل بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وأيضا ذكر السيوطي في أيضا رواية أخرى ذكرها عن أبي هريرة وهو محل ثقة عند السنة وإن لم يكن ثقة عندنا قال لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمان عشر من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وروى الخطيب البغداري وهو من علماء القرن الخامس للهجرة في كتابه المعروف تاريخ بغداد عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة فأنزل الله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أبو حافظ النعيم الأصفهاني في كتابه ما نزل من القرآن فعليا عن أبي سعيد الخدر وهو أحد الصحابة أن النبي الأكرم نصب في يوم غدير خم علي بن أبي طالب وصيا وخليفة له وقبل أن يتفرق الناس في غدير خم نزلت هذه الآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال صلى الله عليه وآله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعد هذا وللحديث تتم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة